تحتية مدرسية مكتملة تشيدها تآزر دعم لإصلاح النظام التعليمي المتجسد في المدرسة الجمهورية قوامها القضاء على الأمية والهجاشة في المجتمع ست مدارس شيدتها تآزر في نواكشوت الجنوبية بمقاطعتها الثلاث الرياض، الميناء، عرفات تستقطب هذه المدارس العدد المناسب من التلاميذ جرى حفل التدشين بحضور وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ومفاوضة الأمن الغذاء وسلطات الإدارية والأمنية بنواكشوت الجنوبية والمنتخبين المحليين والأسرة التربوية اليوم نحن هنا في مدرسة المرحوم محمد الحيمر النموذجية للوفاء بذلك العهد هذه منشآت تعليمية في مقاطعات نواكشوت الجنوبية الثلاثة، عرفات، الرياض، والميناء نسلم اليوم مفاتيح ست مدارس نموذجية مكتملة لوزير التهذيب مساهمة في جهود قطاعه لتحقيق هدف المدرسة الجمهورية سيستفيد هذا العدد من تغذية من وجبتين يومية كفالات المدرسية الستة الموجودة بهذه المدارس النموذجية وهذه هي المرة الأولى في نواكشوت التي يستفيد منها هذا العدد من التلاميذ من الكفالات كما تتوفر هذه المدارس على سكن فسيح للمدير وهي المرة الأولى كذلك في تاريخ نواكشوت التي يوجد فيها سكن بهذا الحجم لإدارات المدارس وهو جهد يدخل في سياسة الحكومة لتوفير ظروف لائقة للطاقم التربوي هذا هو عملنا وهذه هي رسالتنا في مجتمع تآزر نغير العغليات ونبني المستقبل بالتعليم إنجازات تلامس واقع المواطنين وهو معبر عنه المنتخبون المحليون إشادة بما تم إنجازه من مشاريع تنموية مهمة تؤير من واقع حياة الطبقات الهشة أصحاب الدخل المحدود الذين عانوا من الغبن والتهميش تتشين هذه ست مدارس لمعدة وكالة التآزر لسكان هذه الولاية هذه الولاية التي تعرفوا طبعاً أكثرتهم من الطبق الهشة بخامة الرئيس قال في خطابه عنه لن يترك أحداً على قارعة الطريق وهذا اليوم صراحةً لحاضرينه اليوم بجسد تعهدات الخامة الرئيس المهورية لا يقولكم هون صرورنا نحن ساكنة الرياض وصرور يانا وزملاي العمد في الميناء وعرفات وصرور الساكنة على أن يشوفوا هون الذي يعدل فيه أولاً مساهمة في حكامة في المدارس لأن المدير منهم عنده مكتبه في لقى المدرسة ما لها عنده سكله في لقى المدرسة مات عنده عذر أن يترد وذلك نعرف أنهم والله يمكنوا من الرقابة ما نقدر نقول أنها صارمة لغلبها رقابة للمعلمين والمدرسين مؤسسات تربوية جسدت الإرادة الصادقة للمساواة والإنصاف وتوفير التعليم لأي مواطن أينما كان نحن في الاتحادية الوطنية رابطة التعليم والطلاب تتشين مذمنين ومباركين وراجعين عنها تعود خطوة أولى لتكميل المشوار يعود التعليم لنموذجه لهي يعود موجود فيه مستقبلاً كامل مذمنين هذه المؤسسة التي هي أول مؤسسة في المنطقة التي هي تربوية التي شكلت رافض من رافض التعليم في هذه المنطقة التي نحن فيها وقالنا أننا كنا مذمنينها حق وموكع عندنا وقالنا فينا وجز الله عننا خير التي كامل مهلا نوفرنا شيء وفق نمط عمراني حداثي للمدارس مزود بالمرافق الضرورية من إدارة للمدرسة وكفالة مدرسية ستوفر للتلاميذ الوجبات الرئيسية هذا بالإضافة إلى ساعة تقوية لجميع المستويات وسكن مجهز للمدير والحارس كل هذا من أجل غد أفضل لأبناء الوطن